ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن مسؤولين كبار في إسرائيل قد حذروا من انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة في صفقة إطلاق صراح المحتجزين بغزة مع استمرار الأزمة أضافت الصحيفة أن إسرائيل تخشى الإضرار بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع القاهرة وأوضحت أن مسؤولين كبار في إسرائيل قالوا إن الضغط المصري يتزايد بشكل غير مسبوق لدفعهم لوقف الحرب وأفادت الصحيفة أن مصر تسر على أن نقل المساعدات لن يكون ممكنا إلا إذا كان الجانب الفلسطيني من معبر رفح خاضعا لسيطرة قيان فلسطيني وهو ما دفع إسرائيل إلى دراسة إمكانية إشراق سلطة الفلسطينية في إدارة المعبر